السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا اسمي الدكتور محمد نايف الجعبري أنا استشاري أمراض القلب والقسطرة العلاجية سؤال يسألون الناس كثير هل ثقب القلب عند الأطفال خطير أم لا؟ باختصار عشان ما يكون خطير لابد من تشخيصه في أسرع وقت ممكن يعني كل ما تشخص أنه فيه ثقب سواء بين البطيناين أو بين الأذينين يعني الثقبل بالقلب بيكون غالبا بين البطيناين الأيسر والبطيناين الأيمن أو الأذيني الأيسر والأذيني الأيمن هلأ فيه منه كثير أنواع هذا يثيم تشخيصه عن طريق طبيب القلب اختصار الموليد الحديثة أو الأطفال اللي بتحسه طبعا أي طفل ينولد لابد من فحصه من طبيب الأطفال وكل بساطة مجرد ما يحط طبيب الأطفال السماعة بيسمع صوت لغط في القلب فبالتالي برسله إلى طبيب قلب الأطفال ومن هنا تتم تشخيص الحالة أما إذا لم يتم تشخيصه من طبيب الأطفال بعض الأحيان الأطفال اللي بيسير عمرهم سنتين وثلاثة وأربع سنين أي مجهود أو بعض الأحيان مع الرضاعة لا قدر الله بيصير فيه زرقان في الشفايف أو تعب أو هديئة نفس فلابد من مراجعة الطبيب لأنه إذا أطلب موضوع الثقب في بدايته سواء بطيني أو أذيني يتم علاجه بكل أريحية سواء عن طريق القسطرة أو عن طريق أدوية أو جراحية بس المشكلة وين؟ وين تكمل الخطورة؟ إذا لم يتم تشخيصه في توقيت مناسب هذا يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي وتضخم بالعضلة بالجهة اليمين فبالتالي تصبح فرصة علاجه أصعب بكثير فلابد بالنهاية أنه يشخص أي طبيب حديثي الولادة لابد من مراجعة طبيب الأطفال للتأكد عن طريق رحص بسيط جدا سماعة الطبيب فقط يتم تشخيص أنه في مشكلة في الصباح عشان إذا في مشكلة سوري بالثقب في القلب أو بالأديني أو بالبطينات يتم تشخيصها بالسماعة يسمع صوت لغة يبعث إلى دكتور القلب يتم تشخيصه ويتم علاجه في نفس اللحظة بدومتم في حفظ الله ورعايته اشتركوا في القلب